اشتركوا في القناة خلال اللقاء استعرض معالي العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط بين مملكة البحرين ودولة فلسطين وسبول تنميتها والدفع بها نحو مزيد من التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات لا سيما الاقتصادية والمالية والتجارية بما يلبي التطلعات والاهداف المشتركة مؤكدا معالي حرص واهتمام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعى على بدل كافة الجهود من أجل استضافة القمة العربية الثالثة والثلاثين على أكمل وجه وأفضله وتحقيق أهدافها المرجوة من جانبه أعرب معالي وزير الاقتصاد الوطني في دولة فلسطين الشقيقة عن شكره وتقديره لمعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني على حرصه لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين متمنيا لمملكة البحرين التوفيق والنجاح في استضافة القمة العربية الثالثة والثلاثين بما يسهم في دعم مسيرة الدول العربية وتوسعة آفاقها نحو كل ما من شأنه تحقيق النماء والازدهار للجميع اتفقنا مع معالي الوزير على مواصلة تقوية العلاقات الاقتصادية ومواصلة الدفع باتجاه وقف هذه الحرب الظالمة وكذلك إن شاء الله سيصدر عن مؤتمر الكمة العربي الذي سيعقد في السادس عشر من هذا الشهر قرارات لها علاقة في هذا الموضوع وأن ترى هذه القرارات النور إن شاء الله وتطبق على أرض الواقع فورا من خلال التضامن العربي ومن خلال دعم أشكانة في العالم العربي وخاصة في مملكة البحرين الشقيقة فكل الاحترام وكل التقدير لشعب البحرين وحكومة البحرين ولجلالة الملك أيضا